يا صباح الجمال يا صباح البل يا صباح كلї حاجه حلو ي يا صباح الدنيا الحلو يا صباح ملد النبي كل سنة احترافتك طيبين وعى المصطبق وجل السبت احنا معاounwo به الصباح الفل صباح الخيرة انا سيزئولك كل سنة عزقنامو già vaccinated اي كون Man جبت حلاوте الملد ولا يسأ دا انا عايزك كنت لسه اقولك الان اقلت اي حلاوة النبي انا عارجتف اي شامتتين هينا كبار حibil تدين فيها حلاوة الملك انا مدخل ان دول فيهم حلاوة المولد كنت فاكرا نجيب لحلاوة المولد بس مش ملاحظة حاجة يعني ادخل لا لا والله بجد هو احنا ليه المناسبات ابتدت تختلف احتفالنا بيها الزمان عند الوقت يعني انا فاكر زمان المولد النبي ده كنا ليلة المولد روح ورغم ان الرجل اللي كان بيبيع حلاوة بعيدة عن بيتنا مثلا بحوالي كيلو بس كنا نمشي الكيلو عشان روح نحتفل ونديب حلاوة المولد والحصان الحلاوة والعروسة الحلاوة دلوقتي تشعر ان الاحتفالات هي بقت كتير بس ملهاش الطعم بتاع الزمان صح؟ بص هو تقريبا الناس بتعمل الرجيم برضو وضعيت وعرف الاول احساس ان الناس مش عايزة تجيب الحلاوة عشان خايفها نفسها فحتى الرؤية العامة تغيرت يعني اللي يكون قطع قد كده لا بس كلم لك انا اسمعني في حلاوة مولد خاصة بالضعية خاصة بالرجيم طب حيل والله يعني اتعايز توليلي ان زمان الناس ما كانش عندها الوعي بالضيق طب صدق الله لا لا يا لله انا ما جربتش قطعوك المولد اللي هي العروسة والحصان طب صدق بالله ان الناس زمان كانت ارفع من دلوقتي ده الناس زمان تتخينها اما هو عشان الانفاف عشان نبتدي عمله ضيق لا لا عشان الفاصف الناس كلها الاسف في الشوارع بتاكله اي حد تيك تيك عصريا محدش بيأكل في بيته محدش بيطبخ زي الاول الاكل الهالسي ده اللي هو الصحي الاكل الهالس اسمه الهالس يا السلام مش الهالسي فالاسف يعني محدش بيعمل طيب نخش بقى في البرنامج لا مش عايز خشينا خلاص والله العظيم بتقلقي والله العظيم خشينا خلاص سؤالة ولاء بتقلق مني مش عارك لي لا لا عليك حركات علاوة صراحة يعني طب بص اسمعي بقى جماعة قد اقلق لبعلاشي طيب بص عايز اقولك على حاجة بجد الكلام ده انا هنقلك ان طبعات الناس عبرنامج عالمصطبع لحضرتك البرنامج عامل حالة والله العظيم والتليفونات اللي بتجي لي وأنه ناس اقولك والتليفونات اللي بتجي لي والناس اللي بتشوفوا اللي بتجياته بتتواصل معايا لا البرنامج عامل حالة الحمد لله وده بحد زي ومالمناسبة وكلمة حقكة إتقال في حقكة لسؤلاء هي اللي اختارت كمان اسم عالمصطبع الاسم نفسه عامل حالة الحاجة التانية الاسم أصبح واقع احنا بنعجه يعني احنا النهاردة جايين زي ما قلت لكم قبل كده احنا بنتكلم و احنا جايين نعود على المصطبة لان هو خلي بالك المصطبة الناس بيتقابلوا قبل مغرب يروحوا قادين عليه ما بيرتبوش الكلام اللي هيكلموا فيه فالكلام بيطلع من قلب ما بيرتبوش المواضيع اللي هيكلموا فيها وفي الاخر بتشعر ان فيه حاجة بيطلعوا بيها اعرف ان حتى الجزئية دي فيه ناس كتير قوي يفهمها ان احنا بنتصنع بنتصنع ايه لموضع ايه يعني القصد ان احنا متخيلين احنا محضرين بجد وطلعين فالناس تقولك تم انتم محضرين ضيوف على فكرة هو الجزئية اللي الدكتور علاق بيتكلم فيها ان احنا بنتكلم في واقع الناس بطريقة عفوية يعني احنا بنتكلم في اللي بيحصل حوالينا عادي اما ضيوف اه لا ده بيبقوا متحضرين ما لهمش تقلب الضيوف يعني جزء الضيوف ده لهم نقطرين لا بيبقى متحضر اما الجزء الاولاني اللي هو العشرة ده الانترو اللي احنا بنعملهم وحضراتكو دول عشان وحشنا وبنتكلم معاكم كده من القلب للقلب هو ده اللي بنبقى اخدينه كده على المصطبة بس هو ممكن نضيف حاجة على انت بيقول لها كمان ده حتى الضيوف حضرتك هما بيتفاجئوا بالاستالي حد بسألوا هلو لأ ما انا ما بحبش هقولك الحاجة كده انا عندي بحث بعد البرنامج على طول بس ايه رأيك في الالتزام اللي عاد رئيسي صحيح اعني بحث بعض البرنامج على طول في الموضوع الوعي والاعلام يعني الكلام بنتناقش فيه يعني كبحث علمي انا شايفا ان الاعلام لازم يبقى فيه مصدقية علي يعني حالك بتقول الضيوف هو لو محضر نفسه طب ما انا عارفة الاجابة هو عارف السؤال فدايما بقلق من الموضوع ده انا عارفة ان فيه اعداد وعارفة نزد كلهم على رأسنا من فوق بس فيه حاجات سبحان الله الواقع الكلام بياخدك وما ينفعش تقطع الضيف ده ده دراسة الاف بيحنا اخدينها ما ينفعش نقطع والمحاور الجيد ما ينفعش يقطع مرة واحدة ويتكلم في سؤال والرجل بتكلم في سؤالها أو الضيفة تانية بتكلم في اجابة تانية وانا بس معتمدة على الاعداد فقط واسئلة واجوبة عندي فكرة فده اللي خلانا بس الاول نعمل اكس كده عن احنا المصطبة دي تبقى برضو متكلم من قلب القلب عارفين الضيف ده شغال ايه ومتكلمه في واقع الناس اللي حوالينا الدنيا عايزة ايه فمتكلم معي عندي فكرة ما تيجي بقى فكرة تضيف ونعمل له حاجة سمعه مطبع الهوى يعني هو ده خلينا نقول له وكل بالك انت هتتسيل اسئلة غير الاسئلة اللي متحضرت لك فقررت بنفسك طب انت بش محضر نسميها مطبع الهوى لا لا هو الضيف بيبقى متخيل اسئلة معينة وخطبالك إنتي ومتكيل الحلقة متفصلة عليه وخط حط كلمة متفصلة دي عشان دي هيبقى عليها كلام كتير قوي متفصلة عليه يعني الحلقة متفصلة على الضيف احنا نقول له وخلا بيلك هو يعني فاقة بتاعتنا مطبع الهوى يعني مطبع الهوى يعني احنا انت الاسئلة مش متوقعة واحنا الاسئلة ارتجالية عارف عارف دكتور علي حتى دي بحس انه هو ضيف عندي يعني هو فعلا على المصطبع كده وجاي بيتي فانا لازم اضيفه حتى بقى لا ان انا احرقه يعني سبحان الله انا بحب دايما الضيف باخد راحته وما حسش بالوقت زي ما انت تجاه بتحس تها كده تيك تيك وخلاص طرعنا في فارق بان انا احرقه هو مطبع ده يعني احرقه مطبع ده يعني احرقه مطبع ده يعني انا مطبع الهوى ونازم عارف الحلقة اللي فاتت والله لازم بيجد انا مبسوط مرد فعل الضيفة اللي كنا نتكلم فعل عامل المرأة بتقولي هو الحلقة فين انا 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 هي نفسها حاسة باختلاف حتى وهي بتطلع تقريبا مع كزا حد تاني اه اه لا لا هي خارج من الحلقة مبسوطة هي نفسها قالت انا معجبة والحوار ماشي سيستماتيك الحوار ماشي بالراحة وبهدوه هو ده بقى اللي بكلم فيه احنا لو خدناها كده طب اينا همتكلم الناس بتقلق بس من موضوع الكاميرات والمشاهدين فيه احترام فيه حدود انا الحاجة الوحيدة اللي بقليني عارف اهي السائع والله العظيم انا بقلق منك التكيف اللي سائع وهيقولك مفيش تكيف شغال يعني كل ده مفيش تكيف شغال مفيش تكيف شغالك وانا عملنا ايه بقى يا اوما بيحبوك زيادة عن نزوم اروت بيحبوك زيادة عن نزوم اروت يعني انتي مثلا بتحب الكورة؟ انا محبش كورة يعني عندك معلومات على الكورة؟ ما بحبهش انا محبش فاجعليه على فكرة انا بحس انها بتستفزيني صراحة طب لو جيت اسألك انا عارف ان رجالة كلهم طبعا هيقولوا ايه ده مثلا انا محبش الكورة طب انا لو جيت اسألك ايه اخر ايه رأيك في التعدلات الجديدة هو ده المطب بقى ده 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 شكله شكله بيعمل لي مطب عن هون والله يا العظيم انا ممكن ارخم عليه واجيبوا عندي في الاعلام وها ها ها اعلام ايه لانا لا 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 طب اتتألك سؤال سؤال كده يطب طب اتتألك بس سؤال لو قلتلك ايه رأيك في التعدلات الاخيرة اللي حصلت على قانون كورة القدم ترد عليها تولي رد انت رد انت ايه رد انت مناسبة ايه اردت رد صح ايه احنا عندنا مشكلة ايه الفتوى عرفتها ايه والله العظيم بنفتي كتير الصنع جاي النهاردة اقول لكم على اللي حصل معايا مبالح انا كنت في وسط البلد مرغم من انا بنزل في وسط البلد كتير ولكن انا شارع البلد في وسط البلد عرفش الاشرائين فدايما الناس بتسألني الشارع ده كزا اقول له بس انا مش عارف حاجة اسأل لحد احلى كلمة بتتقنك بتقول مش عارف ليه بقى حضرتك خط عليها بقى الخمس داف خط عليك لا اقول لها حاجة ليه بقى لان انا ساعات بسأل ولا حد بيجوابني بحماس الله بقوة لا لا يقول لي خش يمين لا خش يمين انا ساعات انا ببقى يعني يمين ده الرجل ده ده ساكن في الحالة تانية وبعد مرزع تين كين وماشي وقعد يقول لي لا لا بطعاك ده غضب انت ترد شمال طب يا عم انت معلش سؤال بتحصل كتير قوي بتحصل الناس بيتخاف ولا ما عرفش يا فعلا لا لا هو بيبقى يعني انا مش عارفة انا ممكن يكون تخيله يعني ان هو كده بيفيدك بس هو الموضوع مش موضوع افادة ده ممكن هو احساس عايز يفيدك احنا عندنا شاب المصر في الحتة دي هو عايز يعمل حاجة وانت وقفت مخصوص وسألته فالموضوع بنسباله لا ده انا هجاوب ويمكن تطلع صحة وتطلع غلط بس هو الحلو انك انت تقول مش عارف لان انت ممكن تخلي واحد يروح من الشرق الغرب وتأخر عن معيده عشان خطر كلمة انا فاهم وهو مش فهم او عارف وهو مش عارف فانا شايفها الشكلي طب ممكن تسأل حد تاني في المنطقة وبلاش تسألهم ده افسط حاجة افسط رضو والله العظيم الرجل هي دعينك قلت مرسي شكرا كبتر خيرك تانكيو لان الموضوع بيبقى فعلا متعب لما تسأل سؤال وانا شاكك في اجابة واحد في المليون ما نجاوبش على السؤال ما نفتيش في السؤال صح من قال اللي اعرف قد افتع صح كنا انما لو انا متأكد من يوم المية اه يعني ان انا متأكد من اجابة من يوم المية جاول له اه خش مين خش شمال انما منفعش انا ده حاجة دي بتحصل كتير قوي بقى بتحصل كتير اللازيز في الامر بقى ايه لما تسأل سؤال الاتنين وقفين مع بعض اتلاقي الاجابتين عكس بعض ده السؤال لهم الاتنين انا بسأل على الشارع الفولاني اتلاقي لانت كده تأكد جزما لان الاتنين مش عارفين حاجة وبعين هما الاتنين بيجاوبوا بحماس غير عادي ايه خلاص بقى انتك تعرفت ده بالعكس ده ربنا بيحبك لما يبقى فيه اتنين وتجاوبوك جاوبة يعني اجابة مضادة كده لأ خد بعضك روح اسألوا حتى لات خالص ومرضا يوضيك في ده يا ما فيش فراش كده لا بس اعزوا لك على حاجة انا هو بس في حاجتين الجي بي اس بقى حاجة كويس قوي على الموبايلات اللي هو انتتشغل جي بي اس او العنوان اللي هو برضو توهك الجي بي اس سعد بتحسن لا انا بصراحة عمرو متوهن والله مش عارف ايه لا انا حاصف معين هو مرة لبستمك الحيطة بس لا تشوفت بقى يعني مرة هذا هو الطريق هذا هو الطريق فين الطريق انا عرف ان الطريق كده لا انا فين انا جي بي اس اتجل مين يمين ده التارعة اتجل يمين ايه بقى اه والله العطيم لا لا جد والله ده انا جي بي اس كنت في مشوار اول مبايح في وسط البلد و جاي كان عندي ميتين هناك و جاي قلت اشتغل على جي بي اس انا جي بي اس لففني ورجعني نفس المكان تاني طف شفت بقى ليهت نفس بقى ليهت ورجع نفس المكان تاني بس انا قلت احتمال اكون انا بيهنج بيحصل طبعا يعني مش عارف يعني احنا عايزين نقول ايه لما تتسيقل سؤال لو انت متأكد من الاجابة تماما جاوض لو انت شاكد في الاجابة واحد في المليون ما تجاوبش لان اجابتك دي بيتوقف عليها عمل الشخص اللي بيسألك عليه بيعمله فانت بتضيع له وقته وبتضيع له مجهوده وبتضيع له حكي تري جدا فعش هافتي فعش النهاردة اجا ولي ايه لأ انا شايفني الكاميرا دي فط حط كده يا عمي مش شغلتي هنافتي في ايه بقى مش بتاعتي هنفعش احنا يا عمي نزل النهاردة احنا للسيديو بتاعنا تغير دايما لو كنت خوش المساديو قاعد ناحية الشمال النهاردة قاعدون اللي حتليمين هم ليهم موجة ناصر خلاص امتي في ايه بقى بس شكلك منور يعني اكيد شكل منور ايه حراك يعني انا قبل كده كنت مضل المساعة اه اه ايه اقول لك ايه مسؤال صحيب انت ما تسقلش اسئلة برضو غريبة يا دكتور عليها اهوم انا اهو عايز اقول قبل اي حاجة قبل كل ده قبل اي حاجة اه 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 اول نبي عشان في كلمة كده اه يعني ولك يا ستا يا رب عايز اقول لبقاء الله طبعا في شهد اللي توفت البنت اللي عندها تسعتاشر سنة ولقوها في الجسيتها في النيل فالكلام ده كان مبارح وجالي خبر ان احنا الكل كان بيونش ورصورتها فعايز اقول لبقاء الله اهلاها وربنا نصبرك يا رب يعني كانش ينفع سيبها كده تعدي بصراحة لان الناس كانوا مكلميني مخصوص وسمعت الحدثة فكان لازم اقول لهم البقاء الله اه كان فيه كمان اسبوع التنمية المستدامة وكان ده من اكتر الحاجات الحالوة اللي حصلت الاسبوع اللي احنا فيه او اللي فات يعني فبنضمن الحاجات فعلا اللي باشكر كل الناس اللي دعيتني بحضور المؤتمر والحضور المددوات اللي كانت موجودة بجد حاجات فعالة ورب بتوفيق لكل من اول وزير للسفير يا ربنا وفقكم كلكم فكان لازم اقولك الميتين دول على الهوى انا باشكر بطاعة الاسعاف وباشكر الامن وباشكر بطاعة الارصاد الجوية ارصاد الجوية طب زموم ايه لا ده زمان في منشطة الكورة كانت لقى كمت اللطيف طلعي باشكر كل الناس وباشكر الجمهور اللي بيتفرج والكلام بكله بتاعه جات لي فكرة حد او حالية كنت بالعب في الفيسبوك مبارح اوش فياكر النهاردة وليت حد بنزل بوسط يعني ما بفر فيه كده انا بالشام بشنوات الله فليت بحد بنزل على الفيسبوك بيقول انا بفكر جديا الغي الفيسبوك ده انا ده اساعة نيم بالليم انت كنت ش نايم برضو لا انا شو تصر انت والله لا سبحان الله شوفتم بالنفاق اوه جماعة والله طب مش احنا اعيني الكلام ده كذا حلقة من حلقات افتت يعني عادنا نقول يا جماعة والله العظيم احنا حاجة ان احنا اطنيت والله انا بجد بجد جبت أخر مني يعني انا يمكن عزقنا المشاهدين هم والله العظيم الصلاة الوصل المبينيو بينهم هي موضوع الفيسبوك سنة الاصلة أحسن دا ولاا إذا قلت أنا بدنيك أن طبعات الناس على البردامج ما حدش ألتيش أهو الله الناس عندنا أتشكر في البردامج الناس ما تشكرش في البردامج هتصدقها هتصدق كلمين والله العظيمة بس هتصدق كلمين دون أنا ما بحبش هسأل وما بحبش أعرف أصل بس هقولك الحقيق حصلت لو سألت بالمناسبة بفي مشكلة رفوض أن أنت من غير متقولي وما بحبش هقولك وساعة كتير الأكتر بقى عشان هديك اصل البروفيشنا حقيقي محترفة. لا 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 بصف انا ما بحبش يعني قليل القليل. عمر. عمر بتسجل حلقة ولا لا عمر عشان انا راح اتتترج عليها في البيت. ماشي عمر تسجل حلقة. ايه حاجة. انا لا عمر ابني. اصلا انا حاجة لازم انا هتتتترج على الحلقة. واعرف انا كان عندي مشكلة في ايه. واحسنها. اللي هو بيسموه. ازاي انت تتحسن نفسك بنفسك. انا اشترى بتاع تنمية بشرية انا قررت كده من المبارح. انا انت عارف ان احنا واخدين تنمية بشرية. اه? انا اخدك ازا حاجة على فكرة. تنمية بشرية? اه. انا عايز اشوف واحد في ام تلاقي لله مشوخة تنمية بشرية. الناس كلها بتشغل تنمية بشرية. كل الناس بتشغل. ده الناس اللي هورا الكابرة مشوخة تنمية بشرية دولة. مش مشوغل. انت بتاخده زي معلومات يعني للعلم. يعني حل حلوة. بتشوف حتى اخرك ايه وقوي لك ايه وتتكلم ازاي. والدنيا اللي حواليك بتتفكر ازاي. ده الطبيعي. عادي بتشغل منه وقت. اه. دي اسمحها. حقيقة اسمحها السلب دولة من. هي ازاي انت بتنمي نفسك بنفسك. بتطارج نفسك بنفسك. اه. وانت بتشتغلش بيها. هو. بناسبة. انت ما بتاخد حاجة بتعملها. او ما بتاخد دراسة حتى بتشغل دماغك بس. يعني في ناس تولي انت بتضيع وقت في حاجات كتير ليه. لا والله يا جماعة مش بضيع وقت. هو دكتور الموضوع عارف لما تحس انتك في مجال جديد واستهواك وعايز تاخد مجرد معلومة عنه. دي حاجة حلو مش حاجة وحش. بس هو الفرق بين الانسان الناجح والانسان مش ناجح. الانسان الناجح عنده الابيل كتولير. عنده المقدرة والقابلين ويتعلم دايما. الانسان اللي مش ناجح هو بيوقف عندي حتة معانا. ودنقه بتأجسد. لا هو عايز يمشي في مجاله على فكرة. بس هو مش عايز يتتشعب في المجالات الأخرى. لا لا خالص. مناسبة التنمية وشاريع عايز بسؤال حاجة هي البيز بتاع حياتنا. هي القعدة والاساس بتاع حياتنا. ترمنا انت حلو. لا. شخص. على غير المكان ولا ايه. لا لا ابنت حلو. انا كنت لقول بتقول تنمية بشيئة انا انش فاشف واحد. طب ما انت كويس. اه في فرد. بان انا اخذ التنمية وفتي وفتي إذا أقضي التنمية البشرية لا أمه هقولك بقى في جزئية في جزئية بخصوص الموضوع ده مش أي حد مش أي حد يبقى التنمية بشرية ده لازم ليها أساس وليها شهادات وليها دنيا تانية خالص مش أي حبي كده يقولي الكلمتين دول ويشتغل لكوتشنجوائف ولا عندي إحساس إن أنا بتوع التنمية البشرية هتكوني برا للمدينة وعنطرب لا هو فعلا مش أي حبي بشرية تنمية بشرية بجد أه ده حقيقة فعلا كل واحد يتخصص محدش يقول أنا بشتغل تنمية بشرية وخلاص بالنسبة هي بتبقى متفصلة كلمة متفصلة دينار دكتورك تم مرنة تعرف حاجة بتتعف عن حاجة اسمها قانون الجذب قانون الجذب؟ قامك تمانيت حاجة وقتلك بقى ماريت ربنا أقوليك على حاجة؟ أنا قانون الجذب ده لسه مع النبالح لا والله والله العظيم إيه بقى قصة قانون الجذب ده؟ قانون الجذب ده إن بيبقى جواك زي طاقة كده ونفسك تعمل حاجة قوي قوي وتفكر فيها جدا فسبحان الله الطبيعة الكونية بتجيبها لك أو بتجذبك ليها أو بتجذبها ليك لو كانت عالية وبتفكر فيها ليه النهار يعني فيه ناس بتختار شرك حياتها كده فيه ناس بتختار شغلها كده أنا يعني موصل ماشطمع بالدرجة دي مش شاهم لا أنا مش شاهم لا بكامل جد تحقيقة هنجل مخور ولا إيه دلوقتي لا لا مش مش ده مش عفريد ده مش شغل عفريد قانون الجذب دوت إن فاكر زمان ما كنت وبقول إن ربنا عمليننا الدنيا دي كلها أو خلقينينا الدنيا دي كلها عشان بنحبها وإن ربنا سيبني عشان نسعر فيها تمام فحلوة قوي هي الفكرة إن قانون الجذب اللي كريمه عليه إن الدنيا دي مخلقه لك فإنت لما تتمنى حاجة جوا دنيتك وعمل تفكر فيها ليه النهار بتوصل لك ده يعني بالمختصر المفيد تفكر فيها ليه النهار فتوصل لك إنت من كتر ما بتفكر إنت من غير ما تتكلم هي جواب ده حقيقة وفيه ناس مجرابينها وفيه كتب كمان فيه كتب ليها وإقراك كتاب The Secret هيجبك جدا The Secret؟ ده ده الموضوع ده جديد ولا؟ ده ده من زمان وتعرف ده ذكر يعني لا أنا مكلمش عالكتاب أنا متكلم على قانون الجذب قانون الجذب من زمان على فكرة المناسبة ممكن حد يقط عليك الكاميرا أنا باتحك دحكة بس باتحكها وخلاص أنا معكي إيه إيه ذا ذكرت دي بقى لموظر لا ده كتاب سيادتك كتاب ده بتعميم بقى إيه إحنا هنقعد بقى نتكلم فيها ده كتاب بقت كده ما شاء الله مش إحنا مكناش لقين حاجة نتكلم فيها ياه ياهر أنا ملوظة مش أغوف نعرف تذكر ده متكلم عن حاجات أنت ممكن تعملها يعني مش عايز أفتح في المواضيع عشان الناس ما تتعبش خليني سكتر مش أنا قلت نجيب بخور خليني سكتر المواضي ده بيتعب لا لا أصلي فيه كتب كتير جاتلي في دماغي دلوقتي فبلاش نفتح في المجال ده بس أنا أحاب أن الناس تاخد فكرة عن قانون الجذب بص على الهواء على الهواء الأستاذة ولاية الحلقة اللي جاية موضوع الحلقة بتاعتنا طب إيه رأيك؟ طب إحنا ممكن نعمل الحركة دي على فكرة ليه بقى؟ إن كل واحد منا يقرأ كتاب حلو يتكلم عنه أو نموذي يعني تاخد طايتل بتاعه حدريك أنا بتكلم على ذكرت عايز أعرف إيه موضوع ذكرت خلاص أنا عايز أتعلم بالمناسبة طب هقولك الحاجة أتبعت لي ذكرت هبعته لك إحنا عادين للسادة المشاهدين برضو يبقوا معنا ممكن ناخد جزء أنت صحيح من فين الآخر عشر دايق؟ فين الآخر عشر دايق؟ استنى استنى فين آخر عشر دايق اللي أنت بتعملهم هو حرج بيبقى فيه وقت ما ديكي شايفك؟ أنا شغال على وصفة دي عشان أنا تسألت السؤال ده؟ مناسبة الشتاء حلو طب هنقول للوصفة دي عشان إحنا الحلل الجزء الفقرة التانية بتاعتنا النهاردة فقرة متفصلة فأنت عمال تقولي حطي حطي أنا بفهمك بس حاجة الحلقة اللي جاء يا جماعة هنتكلم عن إذا سكرت بس إذا سكرت طب والله ماشي كل مرة ممكن أقولوك على كتاب حلو أريته وأديكم التايتل بس بتاعه في خمس دقائق أنا محتاج أتعلم وأعرف يعني إذا سكرت مش إحنا اتفقى أن الإنسان الناجح عكس بيفرع للإنسان اللي مش ناجح حال الإنسان ناجح عنده المقدرة أنه يتعلم وعنده القابلين أنه يتعلم ولا لأ يبقى أنا عايز أتعلم الأسبوع الجاي وإذا سكرت هتعلمنا إيه بقى مش هعلمك وهقول المعلومة هتعلمنا إيه النهاردة يعني ديها معلومة بديك إحنا طب نقولها في السريع كده إحنا طب نبدأ خليل على فصل الشتاء وفصل الشتاء معروف إن الناس بتدخم فيه شوية لأن الأكل فيه بيزيد والأكل لما بيزيد نسبة الحرق بتقلي تقريبا نسبة الحرق بتقلي صح؟ نسبة الحرق بتقلي مش عارفهم بيليه شكرا على المعلوم ألا إيه هنقولها في السريع حاول أنت محتاج تشرب حاجة سخنة كتير بس لما تجي تشرب الحاجة السخنة اشرب الحاجة السخنة اللي تساعد على الحرق هقولك كده وصفة في السريع لأ طب ما تدينا وصفة رجيم عشان الناس تدعي لك صدعي فأنا همتؤكد أن أعزاء المشاهدين والله كامل دقتي طب أقول وأقول طب أقولك على حاجة طب أقولك على حاجة تعالي نخلي المشاهدين يبقوا مستنيين الحلقة اللي جاية الحلقة جاية هاوعدكوا ب 3-4 نقط هنتكلم فيهم إزاي هتخس وهتخس بسرعة وبطريقة صحية لأنك مش عازك تخس تنزل عازك تخس يعني بالتدريج أقولك على الوصفة بت الأسبوع الجاي لأن إحنا الجزء الثاني من فقراتنا النهاردة جزء متفصل لحضراتكم وهقولك يعني إيه متفصل لما تضيف يخش لنا تمام إيه رأيك نطلع فاصل نطلع فاصل ونرجع لكم مع الجزء المتفصل هنعرف ليه خليكم معنا